تحت رعاية الرئيس السيسيا الداخلية تواصل فعاليات المرحلة الثانية والعشرين من مبادرة كلنا واحدة المفوضات الأوروبية توصي بترشح أوكرانيا لانضمام الالتحاد الأوروبي بشروط منظمة التجارة العالمية تقر اتفاقيات تاريخية جديدة بشأن الأمن الغذائي ومواجهة كورونا الثالثة مساء في القاهرة الواحدة بتوقيت جرينتش نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي تواصل وزارته الداخلية فعاليات المرحلة الثانية والعشرين من مبادرة كلنا واحد والتي تمتده حتى نهاية عيد الأطحى المبارك لتوفير احتياجات المواطنين من كافة أنواع السلع بتخفيضات تصل إلى 60% وتواصل منافذ أمان توفير السلع للمواطنين بمنافذها السابتة والمتحركة على مستوى الجمهورية بتخفيضات كبيرة حتى نهاية العام الجاري مد فترة المرحلة الثانية والعشرين من مبادرة كلنا واحد لنهاية عيد الأطحى المبارك أسهم في إتاحة الفرصة للمواطنين في الاستفادة من التخفيضات الكبيرة على السلع التي أتحتها المبادرة والتي تصل إلى 60% وزارة الداخلية أطلقت فعاليات هذه المرحلة من المبادرة تحت رعاية رئيس الجمهورية في الخامس عشر من شهر مارس الماضي ومنذ بدايتها وتشهد إقبالا كبيرا من المواطنين لشراء متطلباتهم من السلع الأساسية أنا شايف فيه اختلاف جامد في الأسعار من رمضان تقريبا المبادرة دي شغالة وعرفت إنها همكملة لعيد كل سلامهم طايبين ما شو الله حاجة حلوة قوي حاجة نظيفة جدا وأسعار في متناول إيد الجميع يعني الأسعار أحسن بكتير من برة وطبعا توفير السعر دوت في المبادرة بيخليني أقدر أشتري كل اللي أنا عايزه شعبي وقيادة وشرطة إحنا وكل فرد حبك علينا يا بلدي فرد وهنبقى جنبك للنهاية قرابة ألف فرع لقبرة سلاسل التجارية ومنافذ أقامتها الوزارة بالاشتراك مع كبار الموردين والتجارة تشارك في هذه المرحلة ومع مد فعلياتها تنضم سلاسل تجارية جديدة لها إحنا أصرينا أن إحنا نشترك في المبادرة وده إحساسنا أن إحنا لازم نبقى موجودين في خدمة الدولة وفي خدمة أي حاجة بساعد الناس كلنا بنسعى وكلنا بنجتهد أن إحنا نقدم أحسن سعر عشان المستهلك يحس قد إيه الدولة بتهتم أن إحنا نقدم الخدمة كاملة للجمهور بأفضل أسعار وفرة كبيرة في المعروض من كافة أنواع السلع وبجودة عالية أتاحتها المبادرة للتخفيف عن كاهل الأسر المصرية في ظل المتغيرات والتحديات الدولية والتي أثرت على أسعار السلع وهو ما أشاد به المواطنون إحنا بديجي مخصوص عشان أن المبادرة ديت وأن هي أسعارها أقل من العادي الزيت سعره كويس جدا والرز كويس جدا كل حاجة جميلة جدا عن بره والأسعار كويسة جدا جيت لقيت هنا الزيت والسكر والمقارونة والرز الحاجات رخيصة طبع المبادرة صراحة يعني مش محتاجين أي حاجة كده يعني أنا خطي بأسعار أحسن بره كتير كما تشارك في المبادرة منظومة أمان التابع لوزارة الداخلية من خلال منافذها الثابتة والمتحركة المنتشرة على مستوى الجمهورية بتخفضات كبيرة حتى نهاية العام صراحة أنا على طول هنا في منافذ بيع أمان لأن فيه التفاوض في الأسعار ما بينها وبين بره ده طبعا بيتحل إن أنا أجي هنا واشتري طبعا يعني زي ما أعايز نشكر رزالة الداخلية برضو عن مبادرات والأسعار اللي بتنزلها لنا سواء اللحوم أو السلع التنمونية أسهمت المبادرة منذ إطلاقها في التخفيف كثيرا عن كهل الأسر المصرية مع الارتفاع في أسعار السلع تأثرا بالمتغيرات الدولية بتوفيرها كافة أنواع السلع بتخفيضات كبيرة تتسم السلع المعروضة في إطار مبادرة كلنا واحد بجودة عالية ووفرة كبيرة في المعروضة إضافة إلى التخفيضات الكبيرة التي آتحتها المبادرة والتي تصم نسبة التخفيض فيها إلى 60% ما يؤكد على أهمية هذه المبادرة في تلبية احتياجات المواطنين من كافة أنواع السلع عبدالله بركات التلفزيون المصري تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الإستراتيجية والضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمية حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 413 قضية تموينية بمضبوطات بلغت أكثر من 98 طن مواد غذائية وغير غذائية ففي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط ما يقرب من 26 طن مواد غذائية وغير غذائية كما تم ضبط أكثر من 72 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 625 قضية من بينها 151 قضية خبز ناقص الوزن و133 قضية خبز غير مطابق للمواصفات أما في مجال ضبط مخالفات التلاعب منظومة توريد وتداول القمح المحلي تم ضبط 12 قضية بمضبوطات قرابة 60 طن أقماح محلية أوسط المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء بمنح أوكرانيا وضع الدولة المرشحة للانضمام للاتحاد الأوروبي وفق ما أعلنت رئيسة المفوضية أوراسولا فوندرلاين في مؤتمر صحفي وأوضحت فوندرلاين أن المفوضية توسي المجلس أولا بأتي أوكرانيا أفقا أوروبيا وثانيا بمنحها وضع مرشح بشرط أن تنفذ كييف عددا من الإصلاحات المهمة سعد دول الأوروبية إلى استمرار دورها في دعم كييف في أزمتها الحالية مع روسيا فلم يتوقف الدعم عن المساعدات المادية والعسكرية ولكن تزايدت أوجه الدعم للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي لتصبح أوكرانيا واحدة من الأسرة الأوروبية وترى كييف انضمامها للاتحاد الأوروبي واحدا من أكبر مكاسبها في الأزمة مع روسيا خاصة أن هذا الأمر سيفتح لها الباب لمزيد من الاستثمارات والتعاون مع الدول الأوروبية داخل الاتحاد لدينا رسالة واحدة واضحة وهي نعم أوكرانيا تستحق المنظور الأوروبي ونعم أوكرانيا يجب أن ترحبك دولة مرشحة هذا على الفهم على العمل الجيد الذي تم ولكن يقع هناك عمل هام يجب أن يتم العملية بأكملها قائمة على المزايا والاستحقاق ومع إعلان المفوضية الأوروبية توصياتها بمنح أوكرانيا صفة مرشح لعضوية الاتحاد يتطلب من كييف استفاء عدد من الشروط واللوائح التي يقبل بموجبها طلب العضوية ويأتي في مقدمتها التوافق مع معايير كوبينهاجن التي جرى إقرارها عبر المجلس الأوروبي عام 1993 وتتضمن اقتصاد السوق الحر وديمقراطية مستقرة وسيادة القانون واحترام الأقليات وحمايتها وقبول جميع تشريعات الاتحاد الأوروبي بما في ذلك اليورو توصية المفوضية الأوروبية تعد بمثابة الضوء الأخضر لانضمام كييف للاتحاد ولكن هذا الانضمام يستوجب المصادقة عليه بإجماع الدول السبعة والعشرين الأعضاء في التكتل قبل بدء مفوضات طويلة قد تستغرق سنوات كما يجب على أوكرانيا أن يكون لديها اقتصاد سوق فعال وقدرة على التعامل مع المنافسة وقوى السوق في الاتحاد الأوروبي مع القدرة على الاطلاع والتنفيذ الفعال لالتزامات العضوية بما في ذلك التقيد بأهداف الاتحاد السياسي والاقتصادي والنقدي هذا وتتقدم الدولة الراغبة في الانضمام بطلب عضوية إلى المجلس الذي يطلب من المفوضية تقييم قدرة تلك الدولة على استفاء معايير كوبنهاج وإذا كان رأي المفوضية إيجابيا يجب أن يوافق المجلس على ولاية تفاوضية هما يتم بدء التفاوض رسميا على أساس كل موضوع على حدة ترجمة نانسي قنقر أشهد الرئيس الأوكراني فلودامير زيلانيسكي بالقرار التاريخي الذي اتخذوا الاتحاد الأوروبي بالتوصية بمنح أوكرانيا وضع الدولة المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي وفي تغريدة له على تويتر أعرب زيلانيسكي عن امتنانه لرئيسة المفوضية الأوروبية رسولة فوندرلاين ولكل عضو في المفوضية للقرار التاريخي ومن المقرر مناقشة رأي المفوضية في القمة الأوروبية في الثالث والعشرين والربع والعشرين من يونيو قالت رئيسة مولدوفا مايا ساندو إن بلادها رحبت بتوصية المفوضية الأوروبية لمنحها وضع مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي والتي تتوقع أن يوافق عليها زعماء الاتحاد الأسبوع المقبل وأضفت ساندو أن التوصية تستند إلى فهم ما فاده أن مولدوفا ستبذل المزيد من جهود في مجالات رئيسية مثل إصلاح العدالة ومكافحة الفساد والإدارة العامة وحقوق الإنسان أكد الكريم للمجددا أن هدف العملية العسكرية في منطقة دومباس هو حماية للمواطنين من الممارسات العدائية لسلطات الأوكرانية ضدهم وفي هذا الإطار شدد الكريملين على أن روسيا لن تتراجع في عمليتها العسكرية حتى تحقق أهدافها بالكامل مشددا على أن الكرة الآن في الملعب الأوكرانية وصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف فرض أمريكا وأوروبا عقوبات على الأسمدة الروسية بالخطأ الكبير لافتا إلى أنه سيخلق ملايين من الجياع لاحقا وأضاف بيسكوف أن الولايات المتحدة قامت في البداية بفرض قيود على الأسمدة الروسية لكن أدركت بسرعة جدية الأمر ورفعت القيود عن الأسمدة والمنتجات الأساسية مشيرا إلى أن هناك قيودا غير مباشرة مثل التأمين على الصفن وعدم قبول الموانئ دخول الصفن الروسية اتهم سكرتير مجلس الأمن الروسية نيكولاي باترشيف الدول الغربية بتأجيج التوترات في منطقة أوراسيا وأضاف باترشيف أن الغرب يضع نصب عينيه هدف تحويل أوراسيا إلى ساحة لدول تتصارع مع بعضها البعض موضحا أن الجهود المستمرة التي تبذلها الولايات المتحدة وحلفائها وحلفاؤها لتفكيك التكتلات التكاملية التي تم إنشاؤها في فضائما بعد الاتحاد السوفيتي تعد بمثابة تهديد واضح لأوراسيا ككل أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير مقر لقوات أزوف في منطقة خاركيف بصواريخ عالية الدقة ومستوضعين اثنين للأسلحة وعشرة مواقع لإطلاق نيران المدفعية في أوكرانيا وأوضحت الدفاع الروسية أن السواريخ استهدفت من الجوء 18 منطقة لتركز القوى العاملة والمعدات العسكرية الأوكرانية بالإضافة إلى عشر مواقع إطلاق مدفعية وبطاريات هاون أوكرانية كما تم تدمير مقر وحدة التشكيل القومي أزوف في منطقة خاركيف كما أشارت الوزارة الروسية إلى أن أنظمتها الدفاعية الجوية أسقطت طائرة هجومية أوكرانية ترجمة نانسي قنقر قال حكم منطقة أوديسيا الأوكرانية أن سواريخ أوكرانية أصابت زورقاً للبحرية الروسية كان ينقل جنوداً وأسلحة وذخائر إلى جزيرة زيميني التي تحتلها روسيا جنوبي أوديسيا وقالت القيارة البحرية الأوكرانية أن الزورق كان مزوداً بنظام تورا الساروخية المضاد للطائرات لكنه فشل في إحباط الضربة وأضفت أن الزورق فاسيلي بيخ انضم إلى أسطول البحر الأسود الروسي عام 2017 أكدت قيادة القوات الشعبية بجمهورية لهانسك مقتر 31 عسكرياً من الجيش الأوكراني خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وفي بيان أضفت القيادة أن قوات التمكنت من تكبيد الجيش الأوكراني خسائر في الأرواح والمعدات حيث تم تدمير خمس عربات نقل مضرعة ودبابة واحدة وأربع سيارات عسكرية قال الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون أن بلاده ستبذل كل ما في وسعيها لمساعدة أوكرانيا على الانتصار في مواجهة روسيا وأضاف الرئيس الفرنسي أنه سيواصل التحدث مع الرئيس الرسيف لديمير بوتين كلما كان ذلك مفيد جاء ذلك في تصريحات تلفزيونية على هامش زيارة زعم ألمانيا وفرنسا وإيطاليا لأوكرانيا حيث قددوا الأمل في اندمامها للاتحاد الأوروبي على جانب آخر حذرت الأمم المتحدة من أن الوضع الإنساني في أوكرانيا مقلق للغاية بعد أربعة أشهر من العملية العسكرية الروسية وأوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في بيان له أن الوضع الإنساني خاصة في شرق دونباس مقلق للغاية ويواصل التدهور بسرعة مشيرا إلى أن الوصول إلى مياه الشرب والطعام والكهرباء بات محدودا وفي هذا الإطار ندد مكتب تنسيق شؤون الإنسانية بعدم توصل طرفي النزاع حتى الآن إلى اتفاق لتسهيل إجراء المدنيين أو السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى مدينتي سفير دونتسيك وليستشانتسيك التي تخضعها لقصف متواصل منذ عدة أيام أكد مكتب المدعي العام الأوكراني ارتفاع ضحايا العملية العسكرية الروسية من الأطفال في أوكرانيا إلى تسعمائة قتيل ومصاب وذكر مكتب المدعي العام الأوكراني أن هذه الأرقام ليست نهائية إذ يجرى العمل في مناطق القتال الفعلي في الأراضي المحتلة والمحررة مؤقتا موضحا أن أكبر عدد من الضحايا من الأطفال سجل في منطقة دونتسيك أفادت وكالة حرس الحدود البولندية بارتفاع عدد اللاجئين الفرين من أوكرانيا إلى بولندا إلى 4 مليون و214 ألف لاجئ وذلك منذ بدء العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا وفي بيان أوضحت الوكالة أن 22800 لاجئ من أوكرانيا دخلوا البلاد أمس الخميس مقابل 24300 لاجئ دخلوا البلاد أول أمس الأربعاء قالت ممثلة الرئيس الروسي في مجموعة العشرين إن الغرب ليس مستعدا للتحدث مع روسيا كما كان الوضع من قبل لكن سيكون من ضروري الاتفاق والتفاوض على عدة قضايا خلال قمة المجموعة العشرين 2022 وأضفت لوكاش أن القضايا الخلافية تتعلق بالدرجة الأولى من عكاس المخاطر السياسية على العالم مشددة على أن هناك مجموعة متنوعة من القضايا المتعلقة بحالة الاقتصاد وأزمة الغذاء وتحول أسواق الطاقة تتطلب مناقشة داخل مجموعة العشرين مؤكدة أن الوضع الحالي يحتم على الغرب التفاوض والاتفاق من أجل مواكهة هذه القضايا أعلنت الشركة المشرفة على شبكة نقل الغاز الفرنسية جي أرتي جاز عدم تلقي الغاز الروسي عبر خطوط الأنبيب منذ الخامس عشر من يونيو مع انقطاع التدفق المادي بين فرنسا وألمانيا كانت شركة جاز بروم الروسية العملاقة خفضت شحنتها إلى الدول الأوروبية بشكل كبير في الأيام الأخيرة لا سيما إلى ألمانيا عبر خط أنبيب الغاز نورد ستريم ون ما يمكن أن يكون تسبب في انقطاع الأمدادات إلى فرنسا قالت مجموعة إيني الإيطالية للطاقة أنه إزاء طلبها اليومي على الغاز الذي يقارب 63 مليون متر مكعب أعلنت شركة جاز بروم الروسية أنها ستوفر 50% فقط من حجم الطلب وفي بياننا قالت إيني أن غاز بروم ستقوم بتسليم الكميات الفعلية نفسها بدون تغيير تقريبا وكانت إيني قد أعلنت أن غاز بروم أبلغتها بتخفيض محدود في إمدادات الغاز الطبعي وعدل نحو 15% في المئة أثرياء يحاولون مغادرة روسيا وأكدت الوزارة أنه من المرجح أن يؤدي استمرار نزوح رجال الأعمال والأثرياء الروس إلى تأثر اقتصاديها نتيجة تفاقم الأضرار طويلة الأمد للحرب موضحة أن طلبات الهجراء تشير إلى أن 15 ألف مليونير روسي يحاولون بالفعل مغادرة روسيا أعلن رئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة الأمريكية ستعمل مع مصر في إطار كوب 27 لمكافحة التغير المناخي وخلال كلماته أمام منتدى الاقتصاديات الكبرى حول الطاقة والمناخ أكد بايدن أن الأزمة الأوكرانية أدت إلى زيادة في أسعار الطاقة عالميا مشيرا إلى أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تهدد الأمن الغذائي للعديد من الدول فضلا عن ارتفاع معدلة التضخم بعدد كبير من الدول نتطلع لكوب 27 قمة المناخ يجب أن نكرس أنفسنا بينما نتطلع للإيفاء بأهدافنا الحالية وبذل جهود الإضافية لتعزيز تقدمنا فأنا أحث هذه الدول أو تلك الدول التي لم تحدد أهداف انبعاثات 2030 للتوافق مع أهداف باريس وتعزيز أهدافها لقمة المناخ 27 وفي نفس الوقت نحن بحاجة إلى مبادرات جديدة لتسريع تقدمنا تجاه أهدافنا وتعزيز مرونتنا على المؤتمر الوزري لمنظمة التجارة العالمية أنه وافق في جينيف على اتفاقية تاريخية بشأن الصيد وبراءات اختراع لقاحات فيروس كورونا والأمن الغذائي ويهدف المؤتمر إلى تناول انعدام الأمن الغذائي الناجم عن العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا فضلا عن إلغاء الدعم الذي يسهل الصيد المفرط ويفرغ المحيطات ورفع البراءات التي تحمي لقاحات فيروس كورونا بواقة وإصلاح المنظمة الصيد والأمن الغذائي ولقاحات كورونا وبراءات اختراع اتفاقيات تاريخية جديدة أقرتها منظمة التجارة العالمية في جينيف ووفقا لكلمة المديرة العامة لمنظمة نوجوزي أوكونجو أويلا أمام رؤساء وفوض الدول المائة واربعة وستين الأعضاء في المنظمة فإن هذه الاتفاقيات تعد حصادا تاريخيا غير مسبوق لعمل المنظمة أويلا أكدت أن منظمة التجارة العالمية لم تحقق مثل هذا العدد الكبير من النتائج المتعددة الأطراف منذ وقت طويل ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية فإن النتائج تبين أن منظمة التجارة قادرة على الاستجابة للحالات العاجلة في هذا العصر فمؤتمر رؤساء وفوض الدول المائة واربعة وستين الأعضاء في منظمة التجارة العالمية يهدف إلى تنول عدام الأمن الغذائي الناجم عن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا فضلا عن إلغاء الدعم الذي يسهل الصيد المفرط ويفرغ المحيطات ورفع البراءات التي تحمي لقاحات فيروس كورونا مؤقتا وإصلاح المنظمة إذن هو مؤتمر تجلت أهميته في حساسية توقيت عقاده ومدى ارتباط قراراته بأزمات يعوج بها العالم ويعاني منها الجميع لعلها تصدح ما أفسدته الأزمات المتلاحقة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة خاصة على صعيد الأمن الغذائي وايضا مواجهة تدعيات فيروس كورونا يعني لا يمكن اعتبارها واقعيا بالاتفاقيات يعني أهم قضية تواجه الاقتصاد العالمي ككل وكذلك أيضا الإنسانية جمعا هي تدعيات الاقتصادية المرتبطة بتفشي فيروس كورونا وأمكانية الدول الفقيرة انتاج اللقاحات الضرورية من خلال منح شركات انتاج الدواء ومراكز البحوث العلمية خاصة في الدول الغربية تراخيص الانتاج لمثل هذه الدول منظمة التجارة الدولية فشلت في تأمين مثل هذه التراخيص وبالتأكيد هذا فشل كبير جدا كذلك أيضا إذا انتقلنا بخصوص التعارف الجمهورية التي طالما تم مناقشتها بخصوص التجارة الإلكترونية كل ما تمكنت القيام به منظمة التجارة الدولية هو يعني إيقاف مثل هذه التعارف الجمهورية لفترة زمنية قد تتجاوز السنة ما يشير بوضوحي لأن منظمة التجارة الدولية بالرغم من أنها تضم تحت مظلتها 164 دولة ما زالت عاجزة عن فرض استراتيجية واضحة يمكن أن يستفيد منها الاقتصادر العالمي يمكن أن تستفيد منها الأجيال المقبلة وهذا بالتأكيد يشير بوضوحي لأن هذه المنظمة تحتاج بشكل فوري وعاجل خطط بناءة للإصلاح الهيكلي لأنها بالتأكيد لا تتناسب مع التغيرات الكبيرة والمهمة التي شهدناها بخصوص الاقتصاد العالمي وكيف أن العالم بات منقسما إلى أكثر من قطب بما يتناقض مع كيف كان الوضع أيام الحرب الباردة كان العالم منقسم إلى قطبين ولكن في نفس الوقت كان هناك إمكانية للوصول لمثل هذه الحلول يعني هنا يأتي ذكر مثال واضح مجموعة العشرين التي تضم أكبر عشرين تسعة عشر اقتصادا بالإضافة للاتحاد الأوروبي هذه المنظمة قادرة أكثر بكثير لكي توجد الحلول اللازمة التي يواجهها الاقتصاد العالمي ولكن حاليا بسبب التطورات الأخيرة والتبعات الاقتصادية المباشرة لفرض العقوبات الاقتصادية على روسيا وكذلك أيضا مخاوف صينية من أنها يمكن أن تواجه نفس المصير إذا قامت بعملياتها العسكرية المرتقبة ضدها تايوان مثل هذا الوضع بالتأكيد سوف يطعف مجموعة العشرين بالرغم من الأهمية الكبيرة التي تمثلها نعم طبعا مجموعة العشرين من المجموعات أو التكتلات الهامة أو أهم التكتلات على مستوى العالم ولكن هنا نقطة بشأن الأنباء المتداولة حول محاولة ألاف الأثرياء في روسيا مغادرة البلاد ونعكسها على الاقتصاد الروسي إن صحت طبعا تلك الأنباء نعم هذه الأنباء صحيحة هناك العديد من أثرياء الروس يحاولون إيجاد أسواق جديدة لإستثماراتهم ولكن ما يمكن هذه الوجهات الجديدة لإستثماراتهم هي بالتأكيد سوف لن تتعارض مع الاستراتيجية الروسية أو التوجه الروسي للمرحلة المقبلة لأن جميع الدول التي يمكن أن تستقبل مثل هذه الإستثمارات لديها علاقات جيدة جدا مع روسيا انطلاقا من كون أن العقوبات الاقتصادية الغربية التي فرضت على روسيا تمنع منعا باتا كل هؤلاء الأثرياء من الإستثمار في الأسواق الغربية وهنا يعني أصدق مثال هنا في بريطانيا كيف أن الحكومة البريطانية قامت بإجراءات صارمة ضد الأوليغارش الروس في مقدمتهم أبروميتش نعم كانت هناك إجراءات من قبل الحكومة الإنجليزية أو في إنجلترا وتم تجميد بعض أرصدت رجال الأعمان الروس شكرا جزيلا سيدة الأستاذ أحمد ياسين الخبير في الاقتصاد السياسي كنت معنا هاتفيا من لندن حذرت مؤسسة جولدمان الساك العالمية من ارتفاعات محققة في أسعار النحاس في الأسواق الدولية وأرجعت المؤسسة سبب الارتفاع إلى تعثر شبكات الإمداد والتوزيع التي طال تعثرها إمدادات الغذاء حول العالم على خلفية الأزمة الروسية الأوكرانية وتوقعت جولدمان ساكس في تقريرها وصول سعر تن النحاس إلى 15 ألف دولار أمريكي للتعقدات متوسطة الأجل نوالي تقديم نشرة الثالثة أعلنت وسائل أعلام رسمية أن الصين دشنت ثالثة حاملة طائرات وهي السفينة فوجيان المصممة والمصنعة محليا لتبعث برسالة إلى القوى المنافسة بما في ذلك الولايات المتحدة مع استمرارها في تحديث جيشها أقيمت مراسم الاحتفال بتدشين حاملة الطائرات وإطلاق الإسم الرسمي عليها في حوض جان جانان لبناء السفن في شانغهاي في سباق التسليح الدولي دشنت الصين محطة جديدة في تاريخها العسكري محطة تحمل رسائل عدة لمحيطها الإقليمي وتصل أصداؤها للولايات المتحدة من خلال تدشين ثالث حاملة طائرات محلية الصنع السفينة التي تدعى فوجيان تنضم إلى حاملة الطائرات شاندونغ التي تم تشغيلها في أواخر عام 2019 لتصبح الصين ثانية أكثر الدول في العالم التي تمتلك عددا من حاملات الطائرات بواقع ثلاث حاملات بعد الولايات المتحدة التي تمتلك 11 حاملة طائرات حاملة الطائرات الجديدة تزيد من قدرات الصين العسكرية في الوقت الذي يتصاعد فيه التوتر مع الولايات المتحدة بشأن طيوان ومطالبة بكين بالسيادة على بحرها الجنوبي حاملة الطائرات فوجيان أكثر تطورا من الحاملتين السابقتين مما دفع بكين إلى إجراء تجارب عدة في البحر قبل أن تسلمها إلى القوات البحرية وسائل إعلام غربية كشفت أن طول السفينة يبلغ نحو 320 مترا أكبر بخمسة أمطار فقط عن حاملة الطائرات الصينية الثانية شاندونغ لكنها في الوقت نفسه أقصر من حاملة الطائرات الأمريكية الشهيرة من طراز يو اس فورد بـ 13 مترا فقط وفيما يخص عرض حاملة الطائرات فوجيان فقد وصل إلى نحو 73 مترا ولعل من أهم مميزات حاملة الطائرات اليديدة أنه يمكنها إطلاق الطائرات إذ تعتمد حاملة الطائرات الثالثة تايب على الإقلاع الكهرومغناطيسي عبر ثلاث منصات على خطى حاملة الطائرات الأمريكية من طراز فورد بدلا من المنجانيق البخاري مما يؤدي إلى معدل إطلاق أسرع وسط توقعات بأن تواجه بكين مشاكل مرتبطة بذلك النمط واجهتها سابقا الولايات المتحدة أعلنت توازلة الداخلية البريطانية الموافقة على طلب الولايات المتحدة تسليمها جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس والذي تلاحق واشنطن بالتهمة تسريب كميات كبيرة من الوثائق السرية ووضحت الداخلية البريطانية أنه سيتم توقيع أمر التسليم حال عدم وجود أي دواعي تمنع صدورها مشيرة إلى أنه أمام أسانج مهلة 14 يوما لاستئناف القرار اشتركوا في القناة قتل شخصاني وأسيب آخر جراء اطلاق نار بكنيسة في ألباما جنوبية الولايات المتحدة وفق ما أعلنت شرطة المدينة ووضحت الشرطة أنه تم نقل المصاب إلى مستشفى محلي لتلقي العلاج مؤكدة في الوقت الذاتي أنها احتجزت مشتبها به وأنه لا يوجد تهديد إضافي للمدينة أكد رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول أنه يتعين على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن يرد على نحو منصق على استفزازات كوريا الشمالية الصاروخية وذكرت وكالة نيوزيس الكوريا الجنوبية أن يون أدلب هذه التصريحات خلال اتصال هاتفي مع أنطونيو جيتيريش الأمين العام للأمم المتحدة ودعيون أيضا إلى التواصل وثيقا من أجل تقديم المساعدة إلى كوريا الشمالية التي تواجه تفشيا لفيروس كورونا أعلنت رئيسة الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية المستهلك أن بوبوفا عن اكتشاف أربع سلالات متفرعة عن المتحور الجديد من فيروس كورونا أوميكرون وقالت بوبوفا أن العلماء الروس اكتشفوا لأول مرة أربع أنواع من متحور أوميكرون من بينهم نوع من السلالة الجديدة بي إي إي فايف و بي إي فور مشيرة إلى أن ثلاث أنواع من السلالات الجديدة أظهرت النتائج أنها قادمة من خارج البلاد قال وزير الصحة الألماني كارل لورترباخ أنه لن تكون هناك محاولة أخرى لجعل تطعيم فيروس كورونا إلزاميا في الوقت الذي دع فيه إلى مزيدا من الناس إلى الحصول على جرعة معددة ثانية من اللقاحات وضف لورترباخ أن أي شخص يريد حماية نفسه والآخرين يجب أن يفكر في الحصول على جرعة رابعة بغض النظر عن عمره وقال إن ما يقرب من ثمانين بالماء من الذين تجاوزوا الستين من العمر في ألمانيا لم يحصلوا على الجرعة الرابعة من تطعيم فيروس كورونا أفادت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية أن الزعيم كيم جونج أون ومسؤولين كبار آخرين أعدوا مساعدات لإرسالها إلى ثمانمائة أسرى تعاني من وباء معوي مجهول وأعلنت بيونج يانج أن هذا الإسبوع أنها تواجه وباء معويا حادا علوة على تفاشي فيروس كورونا منذ أسابيع ولم توضح كوريا الشمالية طبيعة الوباء الجديد وإلى ملف حياة كريمة حيث أعلنت وزارة الصحة إطلاق أربع قوافل طبية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة في محافظات الجيزة والغربية والدقهلية وجنوب سيناء خلال يومي السابع عشر والثامن عشر من الشهر الجالي وأوضحت الوزارة أن القوافلات توفر الكشفة والعلاج المجاني في العديد من التخصصات الطبية ومن بينها خدماته تنظيم الأسرة والأطفال والباطنة والعظام والجراحة والرمض والقلب فضلا عن خدمات الآشعة والتحاليل نظمت جامعة تنطا قافلة طبية في قرية كفر العبايدة مركز المحلة الكوبرى محافظة الغربية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لفحص وعلاج المرضى وصرف الدواء بالمجان وأكد رئيس جامعة تنطا محمود زكي أن الجامعة تحرص دائما على دعم المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتقديم الرعاية الطبية إلى الأسر الأولى بالرعاية عملا بشعار الجامعة قافلة كل يوم وأوضحت أن القافلة الطبية شهدت توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان لـ 1616 مواطنا من أهالي القرية نفى المركز الإعلمي لمجلس الوزراء ما تضمنته الرسائل والتحذيرية والمتداولة حول وجود محاولات اختطاف لبعض الفتيات بالمواصلات العامة وقطارات المترو عن طريق تغديرهن بوغزة إبرع وأكد المركز الإعلامي أنه لا صحة لوجود أي محاولات اختطاف لبعض الفتيات بالمواصلات العامة وقطارات المترو عن طريق تغديرهن بوغزة إبرع وأنه لم يتم رصد أي شكاوى أو بلغات بأي من المحافظات على مستوى الجمهورية بشأن وقائع خطف مماثلة تتواصل جهود الدولة لجعل مؤتمر المناخ القادم كوب 27 مؤتمرا قابلا للتنفيذ حيث قامت بالعديد من الإجراءات في هذا الصدد وفي هذا الإطار أكدت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد على ضرورة العمل على توفير التمويل اللازم لدعم عمليات إزالة الكربون من قطع البترول وعلى هامش الاجتماع الوزري السابع لمنتدى غازة شرق المتوسط الذي تستضيفه مصر شاركت وزيرة البيئة في المايدة المستديرة حول القيادة الاستراتيجية للطاقة والدور المحوري الذي تلعبه منطقة الشرق المتوسط في دعم ديناميكيات العرض والطلب العالمية وعشرت الوزيرة إلى توقيع اتفاق باريس عام 2015 والذي يمثل عنق الزجاجة في استخدام الطاقة حيث كان هناك جدل واسع حول جدواه الاقتصادية وإمكانية الاستثمار فيها من خلال البنوك تعظمت جهود الدولة في توفير مصادر تمويل آمنة وميسارة للشباب والمرأة المعيلة في المناطق الأكثر احتياجا وفي هذا الصدد أعلن وزير التنمية المحلية محمود شعروي أن صندوق الوزارة وافق مؤخرا على تمويل 437 مشروعا صغيرا ومتناهي الصغر بالثمارات بلغت 4.9 مليون جنيه ليصبح إجمالي ما وافق الصندوق على تمويل 3189 مشروعا صغيرا ومتناهي الصغر منذ بداية العام المالي الحالي في يوليو 2021 وحتى الآن وذلك بإجمالي قروض بلغت 31 مليون جنيه إضافة إلى 6 ملايين جنيه مساهمة من المستفيدين وبجملة إثثمارات بلغت 36.16 مليون جنيها وتواصل دولة جهودها نحو تمكين الشباب ومنحهم فرصة للمساهمة في خطة التنمية المستدامة حيث عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة وبرنامج شبكة الاقتصاديين الشباب حوارا سياسيا رفيعا مستوى حول مستقبل الاقتصاد والاستثمار في أفريقيا وحول المشاركة المصرية في شبكة الاقتصاديين الشباب أعلنت وزيرة التخطيط هالة السعيد أن الاقتصاديين المصريين الشباب يشكلون حوالي 23% من إجمالي أعضاء الشبكة من 29 دولة في جميع أنحاء العالم بإجمالي 228 من الاقتصاديين المصريين الشباب من 17 جامعة ومعهد في جميع أنحاء مصر تغطي عشر محافظات بما يضمن المساواة بين الجنسين والتوزيع الجغرافية في دوء جهود الدولة في الاعداد للنسخة الخامسة من أسبوع القاهرة للمياه الذي تنظمه وزارة الري بالتعاون مع الشركاء من المنظمات الإقليمية والدولية استعرض وزير الموارد المائية ورأي محمد عبد العاطي الترتيبات الجارية لعقد الإسبوع المزمع عقده خلال الفترة من 16 إلى 19 أكتوبر المقبل تحت رعاية رئيس الجمهورية كما استعرض الوزير الإعداد للفعاليات المعنية بقطاع المياه ضمن برنامج رئاسة مؤتمر المناخ كوب 27 والمزمع عقده بشرم الشيخ في شهر نوفمبر القادم شن جهازه حماية المستهلك حملة مكبرة وموسعة من خلال إدارة الرقابة على الأسواق لضبط المخالفين محتكريا السلع الاستراتيجية وحجبها عن التداول وضبط السلع مجهولة المصدر الضر بصحة وسلامة المواطنين وأتأتي الحملات بتوجيه من الحكومة لضبط الأسواق واستمرار إطاحة السلع للمواطنين في ضوء الإجراءات التي يتخذها جهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق وصون مصالح المستهلكين وتأكيدا على اهتمام الدولة بتوفير المنتجات والسلع لكافة المواطنين بجودة عالية تحركت سيارات ضبط الأسواق مع مأمور الضبط القضائي في حملات مكبرة على الأسواق لضبط المخالفين المخالفات معروفة وسهلة يعني هو بالنسبة لنا بيكون السلع مجهولة المصدر اللي ليس لها فواتير أو مسرادات تدل على مصدرها السلع التي ليس عليها بيانات كاملة أو غير مدونة عليها بعض الكلمات أو الممحة وسهلة الإزالة السلع المنتهة الصلاحية أيضا لو هناك سلع المنتهة الصلاحية برضو الحملة بدأت في الأول من يونيو وما زالت مستمرة لحجب السلع الفاسدة وغير الآمنة من التداول بزيارات مفاجئة للتحقق من تاريخ الصلاحية ومصدر الإنتاج وجودة السلع والتأكد من عدم حجب السلع لمنع الاحتكار وغلاء الأسعار استكمالا للدور اللي بيقوم بيه جهاز حمية المستهلك النهاردة موجودين في المخزن اللي حضراتكو تبعتونا فيه بنراجع أول ما بندخل المخازن أو أي كان النشاط التجاري بنراجع المستندات اللي موجودة في المكان بضع ضربية وسجل التجاري الرخصة بعد كده بنشوف الفواتير اللي دخلت بيها السلع للمكان والفواتير اللي بيبيع بيها المكان ده تطبيق للقرار 330 لسنة 2017 اللي بنص على الفاتورة يبقى موجود فيها سعر بيع المستهلك حملات رقابية أعلن عنها جهاز حماية المستهلك لمتابعة المحلات التجارية والمصانع غير المرخصة وللتأكد من جودة المنتجات المطروحة في الأسواق بالإضافة لتطوير أدوات استقباله للشكاوة فبعد أن كان يتلقاها على خطوط الهواتف الرئيسية فقط عمل على تطوير أجهزة إلكترونية جديدة تتيح للمواطنين التعامل السهل والسريع لإيصال شكواه كريم بيبرس التلفزيون المصري إمام مجدد وفقيه قدم للإسلام علمه وجهده على مضار عقود أثرى فيها المكتبة الإسلامية بتفاسيره الشهيرة للكرآن الكريم كاملا فصار أحد أهم الأئمة على مضار مائة عام إنه إمام الدعاء الشيخ متولي الشعراوي الذي وافق اليوم ذكرى وفاته للمزيد نتابع في التقرير التالي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الشيخ محمد متولي الشعراوي إمام الدعاء أحد أهم مفسر القرآن الكريم في العصر الحديث نجح بأسلوبه السهل وشرحه المبسط في الوصول لقطاع كبير من المسلمين في جميع أنحاء العالم ولد الشيخ محمد متولي الشعراوي في الخامس عشر من أبريل من عام 1911 بقرية دقادوس مركز ميت غمر بمحافظة الدقالية حافظ القرآن الكريم في الحادية عشرة من عمره وتخرج في كلية اللغة العربية عام 1940 وحصل على العالمية مع إجازة التدريس عام 1943 ليعمل بعدها بالمعهد الديني بطنطا ثم معهد الزقازيق ثم المعهد الديني بالإسكندرية قبل أن ينتقل بعد ذلك للعمل بجامعة أم القرى بالمملكة العربية السعودية عام 1950 شغل الشيخ شعراوي العديد من المناصب كان من أبرزها عمله مديرا لمكتب شيخ الأزهر عام 1964 ورئيسا لقسم الدراسات العليا بجامعة الملك عبد العزيز عام 1972 وفي عام 1976 عين وزيرا للأوقاف وشؤون الأزهر وبعدها بأربعة أعوام تم تعينه عضوا بمجمع البحوث الإسلامية حصل شيخ شعراوي خلال مسيرته على العديد من الأوسمة واختارته رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة عضوا بالهيئة التأسيسية لمؤتمر الآجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية عاشق شيخ شعراوي اللغة العربية وأحسن استخدامها للوصول لعقول وقلوب الملايين فعرف ببلغة كلماته وبساطة الأسلوب وجمال التعبير وفي مثل هذا اليوم السابع عشر من يونيو من عام 1998 رحل شيخ شعراوي عن عالمنا عن عمر ناهز سبعة وثمانين عاما تاركا خلفه مكتبة إسلامية كبيرة وسيرة عطرة تتناقلها الأجهل تحل اليوم ذكرى ميلاد الأديب الكبير يوسف السبعي ويعد يوسف السبعي واحدا من أبرزه وأشهرية الكتاب في مصر كما كان يمتلكه قلما تمكن من أن يصيغ به أروع القصص الاجتماعية والرومانسية والتي تحولت أغلبها إلى أفلام سينمائية اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة